وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية أخذت أسعار الخام بالارتفاع لتسجل زيادة أسبوعية بنسبة 10% فالمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط لا مفر منها هذا ما يقوله خبراء نفطيون يؤكدون أن المخاطر ما تزال معتدلة لغاية الآن بسبب الطاقة الاحتياطية المرتفعة وانقطاعات الانتاج الفعلية المحدودة مؤخرا اتشير البيانات النفطية إلى وجود أكثر من 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الفائضة لدى منتجي أوبيكي بلاس التي يمكن استخدامها إذا تم خفض الإمدادات الإيرانية إلى أن الأسعار تبقى معرضة للمخاطر في أي لحظة من جانب العرض مع تركيز المستثمرين على الاسترابات المحتملة التي قد تحدث في الإمدادات أو بتراجع تدفقات النفط عبر البحر الأحمر إلى جانب أي تهديدات للتجارة في مضيق هرمز هذه التطورات تأتي لتؤكد وفق تحليلات مالية أن أسعار النفط قد تلامس 100 دولار للبرميل الواحد سيما وأن أوضاع المنطقة تزداد تعقيدا كل يوم في المقابل تتوالى المطالبات بضرورة أن يستثمر العراق كل دولار من زيادة أسعار النفط بهدف سد جزء مهم من عجز موازنته لجانب الاستعداد لما هو قادم نظرا لأن العراق من أكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم بحسب مراقبين فقد يحد تساع الصراع العسكري في المنطقة من قدرات العراق التصديرية لكنزه الأسود التي تصل إلى متوسط إنتاج يبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف برميل يوميا في الظروف الطبيعية بعيدا عن اتفاقات خفض الإنتاج ترجمة نانسي قنقر